كلينجي اي الموقع او البرنامج الاقرب الى قلبي في انتاج الفيديو بالذكاء الاصطناع انتو عارفين رأيي في كلينجي من زمان وكلينجي اي مازال بيبهرنا بالجديد في التحديثات ممكن تكون تحديثاته بطيئة شوية ولكن في كل مرة بيعمل تحديث بيكون فيه فرق كبير جدا فيه النتائج المترتبة على هذا التحديث تم الاعلان عن كلينجي 2 من خلال المؤتمر تم مشاركة المميزات الخاصة بمنصة كلينجي اي والاصدار الجديد اللي تم على نموذج كلينجي اي وايضا اللي تم على نموذج انتاج الصورة بالذكاء الاصطناع اللي ايضا نزل منه الاصدار التاني وحنبص بصة كده ان شاء الله من خلال المنصة على الاصدارين يلا بينا نروح على المنصة الاساسية لكلينجي اي علشان نشوف الجديد على هذه المنصة ما تحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية وارجعنا لكم مرة تانية مع كلينجي اي والاصدار الجديد كلينجي 2.0 وأيضا تم تحديث الإصدار الخاص بالصور إلى Clorus 2.0 حبتدي أروح معاكم نبص نشوف إيه الجديد في الإمج أولا هنا تقدر أنت تكتب الأمر وتنتج الصورة ده اللي احنا عارفينه فيش أي مشكلة وممكن كمان أنت ترفع إمج صورة كريفرانس أو أنت تعمل ريستايل للصورة وأيضا الجديد اللي هو الريستايل لوحده وإيه الريستايل لوحده؟ عن تغيير الريستايل بتاع الصورة من صورة عادية لجيبلي أو أنيمي زي ما أنت عايز وده الجديد الموجود في الإصدار الجديد أو أن أنت تغير الإمج نفسها لإنتاير إمج ده الموجود من قبل في الإمج جينريشن مش هنتطرقله لأن احنا تكلمنا عن الموضع دي أعتقد من قبل هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن الفيديو والفيديو معك لينج AI 2.0 إيه الجديد اللي بيقدمه هذا النموذج؟ أولا هذا النموذج كما تم الإعلان عنه بيقولك أن الحركة داخل الفيديو حتكون بالضبط زي ما طلبتها داخل الأمر نفسه وكمان حيعمله تسريع أكتر حيبقى فيه سرعة أكتر في الحركة بتاعت الفيديو إحنا دلوقتي حنروح نجرب مع بعض الأول الإمج جينريشن على رغم أن أنا مفضلش أن أنت تستخدم الإمج جينريشن داخل كلينج AI كلينج AI قوته فيه إنتاج الفيديو بالذكاء الإصناعي ولكن أنا حابة أختبر ميزة الهاي ريزولوشن الموجودة مع كلورس 2.0 فيه كذا حاجة ممكن تعملها داخل الإمج جينريشن ودي طبعا أوبشنال ممكن أن أنت تنتج عادي صورة باستخدام أمر ما وممكن كمان أن أنت تختار سبجكت معين ترفعه كريفرانس وعندك الفيس ممكن أن أنت تستخدم الفيس كريفرانس وفيه الريستايل ودي الحاجة الجديدة أن أنت تغير الريستايل بتاع الصورة لأنيمي أو جيبلي زي ما أنت عايز وفيه الانتاير إمج أنت هنا بتفيد تغير فيه الصورة نفسها ولكن أنا يعني هشوف معاكم حاجتين إنتاج الصورة باستخدام كلورس 2.0 الهاي ريزولوشن للجودة العالية والجزء الخاص به الريستايل علشان يكون جربنا الجديد داخل الامج جينريشن ماضي الموجود داخل كلينجي آي هبتدي أحط هنا الأمر وأبتدي أن أنا أختار الأسبكت ريشيو بتاعتي تكون 16 لتسعة والأوتبوت هعمله فقط واحد أوتبوت لأن طبعا كل ده بياخد من الكريدت بتاعك هنا أنت عندك الهاي ريزولوشن وعندك الستاندر أعتقد الهاي ريزولوشن موجود بالخطة المدفوعة مش بالخطة المجانية أنا على الخطة المدفوعة فاردت وولي في التعليقات لو أنت بتستخدم الخطة المجانية هل الهاي ريزولوشن ممكن أنت تستخدمه في الخطة المجانية ولا لأ وبقى أنا لسه بألقي عليه نظرة ولسه نازل من ساعات هذه التحديثات فأنا حبتدي هنا أجرب وعمل جينريتو تقولي في التعليقات وانا برضو هروح اجربه في الخطة المجانية واشوف امكانية تواجد الهاي ريزولوشن وحبتدي ادوس انتر وهنا هتتكلف ون بوينت علشان تعمل ون آآ اوتبوت هنشوف مع بعض الوقت النتيجة طبعا الهاي ريزولوشن في الانتاج هياخد وقت اعلى من الستاندر العادي اللي احنا كنا بننتج منه زمان الصور ولكن انا بصراحة واحدة من الناس يعني ما باستخدمش كلورس يعني الا نادرا يعني عشان استخدمه اطلع صورة عادية ما فيهاش تفاصيل كتير عايزة احولها الفيديو لكن فيه نمازج كتير جدا ممكن انا اعمل بها صور خارج رينجي اي هنشوف دلوقتي النتيجة مع بعض بعد الانتاج وزي ما انتو شايفين بتاخد وقت لان هي هاي ريزولوشن تم انتاج الصورة زي ما احنا شايفين باستخدام كلورس تو بوينت او لو دست عليها النتيجة مش بطالة هو هنا ممكن يعملي انتينت ان انا على جزء معين بالبراش وعدله اعرفين الجزء بتاع موجود في كثير من النمازج ايضا اكسباند لو انا عايزة اعمل اكسباند للصورة تريعمل اكسباند للصورة زي كده ما بنعمل داخل كنفا وايضا فيه تحسين جودة الصورة ودست على انا دست عليها يعني جات معي كده عشان احسن الجودة بتاعتها وممكن بعد ما اعمل لها اروح اعمل منها فيديو علشان نشوف النتيجة بتاعت الفيديو من نفس الصورة المنتجة بواسطة كولورس تو بوينت او باستخدام لكن للأسف في الخطة المجانية مش هتقدر ان انت تنتج فيديوهات باستخدام كلينج تو بوينت او فالنقطة دي كان لازم ان انا انوه عنها هنستنى لحد ما يتعمل ونرجع ننشئ فيديو باستخدام كلينج اي اي تو بوينت او ونشوف هل بالفعل الحركة داخل الفيديو جيدة ولا لأ دا اللي هنشوفه مع بعض هنا هو عامل ابي سكيل زي ما انتو شايفين الصورة جودتها حلوة جدا هبتدي اروح اعمل لها داونلود لو انا عايزها كصورة او اروح اعمل جينريت فيديو من هذه الصورة يعني هروح هنا ادوس على جينريت فيديو هتبتدي الصورة على طول تتحول انها تبقى ستارت فريم واستخدم معيها كلينج تو بوينت او ماستر وابتدي ان انا انتج فيديو هنا مدته خمس ثواني وان اوتبوت دا بالنسبة للطالع هيستهلك ميت نقطة يعني عشان اطلع فيديو بكلينج تو بوينت او ماستر هيكلف ميت نقطة تاخد بالك جدا من التكلفة الخاصة بانتاج الفيديوهات اصبحت غالية جدا داخل تلينجي اي هشوف كده هالي النتيجة فعلا تستاهل الميت نقطة دول اللي حيتم استهلاكهم ولا لأ لان انت حتى في الخطة المدفوعة ليك عدد معين من النقط يعني انا حتى خلصته واشتريت نقطة تانية عشان اقدرنا انا استخدمه مرة تانية انه هو فعلا مكلف جدا. نشوف مع بعض النتيجة بعد ما يتم انتاج الفيديو بتاعنا. تم انتاج الفيديو بتاعنا زي ما انتم شايفين الحركة حلوة جدا. هعملكوا دلوقتي فول سكرين. هعمل داونلود علشان تشوفوه على الفول سكرين. وهتلاقوا الحركة بتاعة الفيديو ممتازة جدا جدا جدا. وطبعية جدا. وزي ما انتم شايفين ده فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي باستخدام تلينجي اي. الصورة طلعتها منه واستخدمتها في عمل جينريت للفيديو. يلا بينا نشوف عندنا اي تاني. لو رجعنا مرة تانية. لقيم فيه عندنا حاجة اسمها مالتي المنس. طبعا اميجي توفيديو دي احنا عارفينها. انا لسه دلوقتي مجربينها. والتيكستو فيديو احنا بنكتب النص وبيديني الفيديو. نيجي بقى الحاجة تعانية من الحاجات الموجودة. مالتي المنس عندك تلات حاجات. سواب واد وديليت. سواب من الاسم كده ممكن انت تعمل سواب لي اه الوش مسلا. الاد تقدر ان انت تقد حاجة معينة. الديليت ان انت تمسح حاجة معينة. طب الكلام ده في اميجي ولا فيديو? لا. في الفيديو نفسه. يعني انت هنا تقدر ترفع فيديو. والفيديو ده. تعمل سواب لي الوجه اللي موجود جوا الفيديو. وايضا الاد. والاد هو عبارة عن انت تضيف حاجة داخل الفيديو. وديليت تمسح حاجة من الفيديو. دي تعتبر طبعا ميزات او مالتي المنس هنا. ميزات كويسة قوي. ليه التعديل على الفيديو. هنا حتدي ان انا اروح ارفع فيديو لازم يكون ميزاتش عن خمس ثواني ويكون الحجم ايضا ميزاتش عن ميت ميجا بايت وبالنسبة للفورمات ام بيفور و ام او بي وبالنسبة للجودة او الريزيلوشن يعني يكون الف وتمانين يا سبعمية وعشرين. دي الفيديو ولا لأ طبعا انا هغير الشخصية نفسها فانا عايزة تكون من خلال الفيديو كله. فهنا بحدد هنا زي ما احنا شايفين السلايدر. وبعد كده هبتدي ان انا اعمل على ال انا هنا معمول هو الجزء الاخض الى عشان تعمل او تقالل حيكون من هنا. فانا هبتدي ان انا ادوس على مثلا الوجه بتاع الشخص بالمنظر ده. ممكن كمان. الشخص كله لو انا عايزة. وبعدين هبتدي اقول لكم. وهنا هرفع الصورة اللي انا عايزة استبدلها. هنا لما تكون عايز تعمل محتوى فيه شخصية ثابتة مثلا ومش بتيجي معاك. ممكن تستخدم هذه الخاصية. وطبعا يفضل انها تستخدم بهذه الطريقة. بتستخدمش هذه الخاصية على صورك الشخصية او صور حد تاني. الكلام ده يعني مرفوض بالنسبة لي تماما. حبيت بس ان انا انوه عن هذه الجزئية. ولكن لو شخصية بالذكاء الاصطناعي انت عايز تستبدلها بشخصية تانية. انت عاملها بالذكاء الاصطناعي. يعني حاجة حصرية انت عاملها بتاعتك. مفيش مشكلة. انا هنا رفعت الصورة. حقف عليها. وابتدي ان انا اركز على الوجه او اسلكت الوجه نفسه. هنا اتحملت الصورة. بابتدي ان انا اسلكت الوجه بتاع الشخص. العنصر اللي انا اعمله سواب. وابتدي اقول له confirm. هنا بس في حاجة مهمة جدا ان انت هتستخدم السواب مع كلينج وان بوينت سيكس. مش هينفع مع تو بوينت او. فهو هيشتغل فقط مع كلينج وان بوينت سيكس. هنا هتبتدي ان انت تدخل سواب اكس فروم كزا لكزا. هنا الاكس دي لو انا روحت هنا اخترت الستاندر. واخترت الستاندر علشان اتكلف تلاتين بس. لانك لو روحت اخترت ال في اي بي هيكلفك خمسين. قدي لك من النقطة زي يعني عشان ما تضيعش برضو الكريدس بتاعتك. لو روحت ادستي جينيريت. حيقول لي بليز انتر the content from the image. او فيديو اللي انت حطتيها. such as person. هنا هقول له سواب ال person. هكتب person. وهنا هبتدي ان انا اكتب person. وابتدي ان انا دوس جينيريت. فبقول له سواب ال person من الصورة دي للصورة دي. وهبتدي ادوس جينيريت. وهنشوف دلوقتي النتيجة بعد الفيديو ما ينتهي. لحد الفيديو ما يتم انتاجه. هنروح نبص على ال ad. وهنا ال ad. هو ان انا ممكن انا اد عنصر جوه الصورة. انا ممكن اروح حط عنصر جوه الصورة نفسها. لو روحت عملت دي ليت. لو انا عايزة اشيل حاجة جوه الصورة نفسها مش عايزة تكون موجودة. العربيات مثلا اه جزء مثلا عمود النور ده عايزة عامل له دي ليت. فهنا حقول دي ليت. مثلا عمود النور من الصورة فبكتب هنا الديليت ايه بالنسبة زي ما قلت لك الاد انت بتقول عايز تعمل اد لإيه مثلا عايز تعمل اد ترفع صورة الحاجة اللي انت عايز تعمل لها اد جوه الفيديو نفسه وهنا تكمن قوة المالتي المانس في عملية ان انا اعمل اد او سواب او ديليت داخل فيديو مش داخل صورة تم انتاج الفيديو الشخص ماشي يعني هيبتدي ياخد نفس الشكل الاولاني اللي في الفيديو حزين بس طبعا الجو مش ممتر او مش عاطيني احساس ان الجو ممتر هو واخد كده ميكس من البيئة اللي كان فيها الشخص التاني مع البيئة اللي فيها الشخص الاولاني جزء كده العربيات اللي ماشية في الفيديو بتاع الشخص الاولاني وخد الصورة وجزء كده من الشجر على الشمال من الشخص التاني شكل عام يعني كنتيجة اولية standard مش professional خد بالك انا بستخدم الstandard ممكن يكون مع الprofessional افضل ولكنش بطال ده بالنسبة للجزء المتعلق بالسواب والاد والديليت قلت لك الفكرة بتاعتهم عاملة ازاي حاجة بقى اخيرة كنت قلت لكم عايزة اجربها معاكم في الامج احنا نقلنا على طول على generate video هنا انا عايزة اجرب معاك الريستايل وده يعتبر new حاجة جديدة هنا هبتدي ان انا ارفع الامج بتاعتي هنا على ما تترفع الامج هقوله change the style to enemy هنا هبتدي اقوله generate وهنا تغيير الstyle هيكلف 8 في حالة for output ممكن هنا نقلل شوية نخليها 1 او 2 وحياخد اتنين هو بيصبورت ال standard فقط يعني ال high resolution مش بيصبورت اللي هو 2k high resolution images وبعد كده هبتدي ان انا اقوله generate ونشوف النتيجة ودي بالنسبة للنتيجة بتاعت الصورة حولها الى enemy بهذا الشكل ودي كانت تجربة ريستايل الجديد في الامج جنريشن موضل داخل كلينج اي اي وده الجديد داخل كلينج اي اي حتى الان من النظرة الاولية عليه ستمنى تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد وزي بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تدعمنا باللايك وشير وكومنت لو كنت من متابعينا العزاء ولكنت بتشوفنا اول مرة متنساش تعمل subscribe لقناة وتفقع على الجرس عشان يوصلك كل جديد ضمتم وفرعية الله اشتركوا في القناة